تلقت صناعة السينما العالمية ضربة قوية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا فتسببت بالكثير من الخسائر وبعد سماح بعودة الحياة الطبيعية مع الاحترازات الصحية تحاول السينما العودة تدريجيا إلى وابعها السابق بعد تأثرها بجائحة كورونا للمزيد ينضم معنا هاتفيا من الدمام الكاتب والناقد السينمائي طارق الخواجي أهلا بك سيد طارق معنا في هذه النشرة سيد طارق إلى أي مدى اليوم قطاع السينما والترفيه تأثر بجائحة كورونا ومدى تعافي هذا القطاع مساء الخير جميعا أنا أعتقد أن تعثر السينما بشكل عام بدأ قبل كورونا بسبب البرامج الجديدة التي تقدم خدمة البس المباشر ثم بعد ذلك جاء المسمار الآخر في هذا النعش وهو جائحة كورونا حيث توقفت كثير من دول العرض حول العالم في دول مختلفة بسبب الإجراءات الاحترازية وأعتقد أن هذا طبعا أثر بشكل بالغ جدا يمكن يلاحظ هذا من خلال الانتاج اللي ظهر في العامين الماضيين وكيف يعني يبدو مستواهما مختلفا عن الانتاجات في العوام الماضية حتى فيما يتعلق بالمهرجانات السينماية هذا الأمر تأثر بشكل كبير جدا كثير منها تحول إلى مهرجانات تفتراضية عن بعد وطبعا بدون شك أنه مثل هذه يعني أن تصبح الصناعة مغلقة على ذاتها بشكل كبير جدا يؤثر بشكل كبير جدا يعني على الأفلام وعلى الفتتاحيات أو على دور نجوم السينماي إلى دور العرض في العروف الفتتاحية الأولى ولا شك أنه لهذا التأثير كبير جدا عن صناعة أسوة بكثير من القطاعات التجارية والصناعية في العالم طيب اليوم يعني إيش الدور سيد طارق على هذه القطاعات كيف تستطيع أن تعمل لتنقذ نفسها من هذه الخسائر وطبعا يعني الحاجة أم الاختراع بمعنى أنه بدأت مشكلة ظهور البرامج التي تبثبت مباشر من خلال خوارزمية محددة مثل نتفلكس وعند رفعام العربي شاهد وفي مثلا حول العالم في ديزني وأمازون برايم وغيرها أعتقد أن الشركات أدركت سريعا أنها تحتاج إلى أنها يعني تسوق نفسها بشكل مباشر أيضا من خلال قنوات يعني هي تقدمها بشكل يعني ديزني مثلا قدمت هذه الخدمة للبث المباشر لكي تتلافى مشكلة أنها مثلا تصبح إما مشاهدة من خلال برامج البث التي تقدمها خدمات أخرى غيرها أو من خلال الإغلاقات التي حصلت مثلا في جائعة كورونا فأنا أعتقد أنه يعني دائما كلما ظهرت مشكلة يحاول الناس دائما والمبدعين غالبا من يجدون طرق أخرى للعمل فيها أعتقد أنه أيضا أحد الأشياء التي ظهرت بشكل كبير جدا كانت فترة مناسبة لتجويد نصوص كثير من الأعمال التي كان يراد أن تقدم في سنتين الماضيتين لكن تم الاشتغال على تطوير هذه النصوص ومعاودة تقديم رش عمل في أعمال كبيرة جدا مشهورة ستفضل قريبا على سبيل المثال مثلا فيلم الدونس أو الكتبان الضملية لحق سابقا لأنه يعاد إنتاجه مرة أخرى فترة كورونا كانت مناسبة جدا لفريق العمل المخرج أنهم يستمرون على العمل وتطويره بشكل كبير جدا حتى يصبح مناسب للعرض في الشهر القادم إن شاء الله نعم طيب سيد طارق هذا الصيف مختلف عن العوام الماضية يمكن العوام الماضية معروفة أن هذه الأشهر تحديدا من السنة يكون هناك أفلام تعرض وهناك طلب وحجز مسبق لهذه الأفلام التأثير واضح أنه استمر حتى هذا الصيف لم نشاهد تلك الأفلام التي حققت مبيعات كبيرة صحيح إذا استثنينا مثلا فيلم فاتس في نصف التاسعة معظم الإنتاجات الموجودة اليوم ليست الإنتاجات التي تشابه ما يسمى بالبلاك باسترد أو الأفلام التي تهلد شباك التذاكر سواء في أمريكا أو أربا أو في الهند أو في مصر أو في العالم بشكل عام فأعتقد أنه نعم يعني مثل ما أوردت سابقا حتى في الماردينة الاجتماعية بدأ يعني أن مستوى الأفلام ليس يعني شبه مستوى الأفلام في الأعوام الماضية لا من حيثية الكم ولا من حيثية النوع أخيرا يعني استر طارق اليوم مستوى الإنتاج السعودي كيف ترى أيضا تأثرة بالجائحة ويعني الخطة القادمة للإنتاج السعودي كيف ستكون برأيك يعني أنا أعتقد أنه من الأشياء الجميلة شاهدناها في هذا العيد أنه كان أحد الأفلام اللي معروضة في يعني أحد دور السينما اللي موجودة في السعودية كان فيلم سعودي لمحمد الليل هو أربعون عاما وليلة ولأعتقد أنه حضور هذا الأفلام حضور أفلام السعودية في السينما بشكل دائم هو صراحة مؤشر جيد على أنه على أمر أنه فيه تطور كبير جدا في صناعة السينما في السعودية والأمر الثاني أن الجمهور بدأ يتقبلها يعني بدأ الجمهور يعتقد أن أفلام هذه تستحق الحضور مقارنة سنة وأسودا بأفلام أخرى جاءت من مناطق يعني لها تاريخ طويل وعميق في السينما أيضا مسألة أخرى أعتقد أنه الآن نحن في مرحلة في السينما السعودية مرحلة البنية التحتية وأعتقد بنية التحتية لا تهم فيها مسألة الجائحة إلا فيما يتعلق مثلا بالمواد الأساسية لحضور البنية التحتية بشكل جيد في صناعة السينما وإلا الأمر يعني أعتقد أنه هذه الفرصة المتاحة وكأنها جاءت يعني مثل ما يقال مصائب قومي عند قومي صوائد يعني أننا أعتقدنا فرصة ثانية وأعتقدنا دائما هذا هو التاريخ يكرر نفسه استقلال الفرص دائما هو ما يحقق النتائج الأفضل والأكبر دائما أكيد وبانتظار دائما الإنتاجات السعودية والمتميزة التي تحقق هذه النتائج الإيجابية شكرا جزيلا لك الساد طارق الخواجي الكاتب والناقد السينماي كنت معنا هاتفيا من الدمان